بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رويترز تقول الجيش الأفغاني يغير استراتيجية الحرب للحد من الخسائر مع تقدم طالبان وأملا في تأخير سقوط العاصمة كابل والمدن الكبرى فهل سينجح الجيش الأفغاني في إيقاف تقدم طالبان والحفاظ على العاصمة كابل أم أنه قد سبق السيف العزل بمعنى أن المخابرات الأمريكية قد قالت أن طالبان قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على كل التراب الأفغاني وحددت ذلك بستة أشهر إلى عام ونصف لمتابعة هذا الموضوع أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفاعلوا الجرس ليصلكم كل جديد مسؤولون أفغان وأمريكيون يقولون أن الجيش الأفغاني الذي مني بخسائر فادحة في أرض المعركة يتجه نحو تغيير الاستراتيجية التي يخوض بها الحرب مع حركة طالبان ليركز قوته حول المناطق الأكثر حساسية مثل كابل ومدن أخرى وهذه الاستراتيجية التي تنطوي على مخاطر سياسية ستعني بالضرورة التخلي عن مناطق لمقاتل طالبان لكن مسؤولين يقولون أن الأمر بات ضرورة عسكرية في ظل سعي القوات الأفغانية المنهكة للحيلولة دون فقدان السيطرة على عواصم الأقاليم الأمر الذي قد يتسبب في تصدع البلاد ويتزامن تركيز القوات مع انسحاب القوات الأمريكية قبل إنهاء المهمة العسكرية رسميا هناك في 31 أغسطس آب تنفيذا لأوامر الرئيس الأمريكي جو بايدن وتحقق حركة طالبان مكاسب ميدانية سريعة وتسيطر على مزيد من المناطق كما تضغط أكثر على مشارف نصف عواصم الأقاليم في محاولة لعزلها وحذرت المخابرات الأمريكية من أن الحكومة الأفغانية قد تسقط في وقت لا يتعدى ستة أشهر وفقا لما ذكره مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز وقال مسؤول أفغاني طلب عدم ذكر اسمه إن إعادة نشر القوات ستساعد كابل في الاحتفاظ بالسيطرة على مناطق استراتيجية والدفاع عن البنية التحتية التي تشمل سدا بني بمساعدة الهند وطرقا رئيسية سريعة لكن تركيز القوات في مناطق بعينها يعني أيضا ترك مناطق أخرى دون حماية وهو أمر يصعب إقناع المواطنين به وكذلك المجموعات العرقية التي ستشعر أن السلطة المركزية تخلت عنها في مواجهة طالبان وتساءل المسؤول الأفغاني كيف تبعث برسالة كتلك لجمهور مذعور من المفهوم أن يشعر بذلك على مدى الأسابيع الماضية التي سيطرت فيها طالبان على مناطق وقال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن الاستراتيجية الجديدة ستتضمن التخلي عن مراكز المقاطعات لحماية المراكز الكبرى المكتظة بالسكان مثل العاصمة كابل وأضاف طالبان تكتسب زخما استراتيجيا وقال ميلي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أن هناك احتمال أن تسيطر طالبان بشكل كامل واحتمال آخر بأي عدد من السيناريوهات لا أعتقد أن الأمر قد حسم بعد وقال كينيث مكنزي الجنرال بقوات مشات البحرية وقائد القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على القوات الأمريكية في أفغانستان وتدعم القوات الأفغانية بعد أن اطلع على الخطة هذا الشهر إن الأفغان يعلمون أن عليهم اختيار معاركهم وتابع قائلا لا يمكنك الدفاع عن كل شيء إذا دافعت في كل الأماكن لن تحمي أي مكان وبالتالي أعتقد أن الأفغان يدركون أن عليهم تركيز قواتهم دون أن يقدم تفاصيل وأشار إلى أن الولايات المتحدة كان لديها بواعث قلق منذ سنوات عن الأسلوب الذي تتبعه القوات الأفغانية في حراسة نقاط التفتيش بما يشمل المناطق النائية أو المحاور العدائية ورغبة في إحياء محادثات السلام قدم بايدن دعما ماليا للقوات الأفغانية ومضاعفة الجهود الدبلوماسية لكن طالبان لم ترد على دعوات من 15 بعثة دبلوماسية وممثل حلف شمال الأطلسي يوم الاثنين لوقف هجومها العسكري كما أخفقت الحركة والحكومة الأفغانية في الاتفاق على وقف لإطلاق النار خلال عطلة عيد الأضحى في المحادثات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة ويعتقد مسؤولون عسكريون أمريكيون أن طالبان تسعى إلى إنهاء الحرب بنصر عسكري على أرض المعركة بدلا من إنهائها على طاولة التفاوض في ذات السياق طالبان تعلن أنها تسيطر على 90% من الحدود الأفغانية قال الناطق باسم الحركة لوكالات أنباء روسية إن الحركة تسيطر على 90% من حدود أفغانستان حيث تقود هجوما متزامنا مع انسحاب القوات الأجنبية من دون التحقق من هذه التصريحات من مصادر مستقلة وأضاف ذبيح الله مجاهد لوكالة ريا الحكومية أن الحدود الأفغانية مع طاجكستان وأسبكستان وتركومانستان وإيران أي قرابة 90% تحت سيطرتنا وتقود طالبان هجوما شاملا ضد القوات الأفغانية منذ أيار مايو في الوقت الذي بدأت فيه القوات الدولية عملية خروجها النهائي من البلاد والمقرر أن تنتهي نهاية أب أغسطس ومنذ ذلك الحين استولى الطالبان على مساحات شاسعة من الأراضي الرفية بالإضافة إلى العديد من المراكز الحدودية الرئيسية وطوقوا مدنا كبيرة وفي غياب الإسناد الجو الأميركي الأساسي لها لم تتمكن القوات الأفغانية من الصمود في وجه طالبان ولم تعد تسيطر صوى على عواصم المدن والمحاور الرئيسية وفي وقت سابق أعلنت حركة طالبان أنها تسيطر على 85% من الأراضي الأفغانية وهي نسبة تعترض عليها الحكومة ويستحيل التحقق منها بشكل مستقل ويثير الهجوم الذي تشنه طالبان قلق البلدان التي تملك حدودا مشتركة مع أفغانستان خصوصا طاجكستان التي تشترك مع أفغانستان بأكثر من 1200 كم من الحدود والخميس حشدت طاجكستان جيشها بالكامل للتحقق من جهوزية عناصرها في مناورة قتالية هي الأولى من نوعها في البلد الواقع في أسيا الوسطى جاءت على وقع تدهور الأوضاع في أفغانستان المجاورة من جهتها الحكومة الأمريكية أو الجيش الأمريكي يقوم بشن عدة غارات جوية ضد طالبان لدعم الحكومة الأفغانية حدث ذلك اليوم الخميس وتظهر الضربات الجوية نوايا الولايات المتحدة في مواصلة دعم القوات الأفغانية بواسطة طائرات مقاتلة متمركزة خارج البلاد على الأقل حتى انتهاء الانسحاب المقرر 31 أغسطس المقبل ولم تقل إدارة الرئيس بايدن ما إذا كانت تنوي الاستمرار في هذا الدعم بعد اكتمال الانسحاب وردا على سؤال أحد المراسلين حول التقارير الإخبارية عن غارة جوية شنتها طائرات F.A.18 التابعة للبحرية الأمريكية في قندهار لم يؤكد السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع جون كيربي التفاصيل بما فيها نوع الطائرة أو الموقع إلا أنه قال في الأيام القليلة الماضية تصرفنا من خلال الضربات الجوية لدعم القوات الأفغانية لكنني لن أخوض في التفاصيل الفنية لتلك الضربات بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية هذا الاستعراض المهم والذي وضعنا في حضراتكم عن آخر المستجدات على الساحة الأفغانية والتي ربما يكون لنا فيها لقاءات ولقاءات لأن الحدث الأفغاني سوف يشغل العالم كله خاصة مع الانسحاب الأمريكي وتقدم طالبان ورفض الحكومة الأفغانية أن تستسلم بسهولة فإلى أين ستتجه الأمور خاصة أن الجيش الأفغاني غير استراتيجيته ليحافظ على العاصمة كابل والمدن الرئيسية فهل سينجح أم ستنهار دفاعاته؟ هذا ما سنشاهده في الأيام والأسابيع القادمة أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفاعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته